أنا كنت متوقع شخصياً علي مغصيد كان متوقع أنه لقدر في النادي العربي شلون لقدر في النادي العربي أو مو بالنادي العربي من خلال الجهاز الإداري أو النادي ككل إنه عاملة معاملة علي اللي لله الحمد بفضل رب العالمين أنا قصرت بحق بيتي قصرت بحق وسرتي قصرت بحق أمي وابوي قصرت بحق مرتي وعيالي قصرت بحق وظيفتي أثرت على وائد أشياء أنا بالمقابل عشان شيء عشان النادي العربي ولا أبي أستغل أو أخذ تعاطف الجمهور أو أصيدهم الوتر الحساس لا هذا واقع ورب يشاهد عليه ولما أرجع حق التاريخ شوف علي لما مثلا خسر ومفروض واحد ما يتكلم عن نفسه بس الحين يالوقت لأنه في ناس قامت تتشذب علي في ناس قامت ما تدري شنو علي أنا ما عندي لا تواصل اجتماعي وسال تواصل ما عندي عشان أنا أوضح فكل واحد يفسر اللي يبي اتكلمت بشكل مختصر في قناتين في لقائين سابقين شفت عناد شفت تجاهل زيادة ما في أحد يبي حل موضوعي هذا رغم واحد فأقول لك يا أطلع أبي أشرح الوضع هذا أنا قصرت واحد ما يتكلم عن نفسه قلت لك نرد حق التاريخ نشوف أن علي ياما مثلا الحمد لله رب العالمي ممكن أكون خطأ ممكن صح أنا قاعد أبتشي وايد عشان النادي قاعد يعني دموع تنزل مني ممكن فيه أشياء حق أني أبتشي عليها أنا قاعد أبتشي عن نادي وقتي كله بالنادي تفكيري كله بالنادي فيه ظروف بالنادي الكل يعلن فيها السنين اللي طافت النادي وضعه وايد صعب إن شاء الله أكون من الناس اللي حاولت كثر ما أقدر بطاقتي بإصاباتي كنت أخذ أبار كنت أحط على نفسي عشان منه الكل واحد يسأل نفسه عشان منه عشان نادي العربي عشان نفسي ما سوت شي حق نفسي أرجع حق تابي ماديا ماديا أنا شن سوالي النادي العربي ماديا ما سوالي شي أنا كل اللي سويته حق النادي بالمقابل يرد علي بهالشي أنا حين صار لأربعة تشهر أقعد في أحد يدري ما أحد يدري أقعد بيني وبين نفسي هل أنا فرحان هل أنا زعلان هل أنا ماشي أموري هل أنا قاعد أداوي ما أنا مرتاح ضغط كبير قاعد أعاني منه في الفترة السابقة ممكن هالي كله يشوفوني أنا مثلا متنرفز منه الذنب ذنب منه هذا أنه علي يعيش هالفترات هذه أنا الحين لما أتكلم شوية ما دري ما يصير فيني مرات أتحسف أنه ليش لعبت بالنادي العربي بس لا أقول كسبت شي واحد والله العظيم وربي شاهد ولا أبي أستغل أحد أنا كسبت حب الجمهور أول شي حب جمهور النادي العربي ثاني شي حب الجماهير كلها بالكويت في مواقف ورّتني أنا شنو بالنسبة حق الجمهور معدن الرجال متى يبين بالمواقف أنا مواقف حاشتني لمن ما يستدعوني منتخب لمن 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 أتوقف وايد أمور الجمهور كلها أشوف الشارع الكويتي لله الحمد بفضل رب العالمين ودعاء الوالدين هالناس هذه قاعد تحبني ليش؟ واقفوا معاي ليش؟ هذا الشيء اللي كسبته من كرة القدم من النادي العربي والحمد لله أفتخر فيه وسام على صدري أنا أقول لهم أقول حق أي واحد يشجع النادي العربي خاصة لأن أنا ألعب النادي العربي أنا الآن مو مستعد ألعب النادي العربي أقول لكم بكل صراحة أنا آسف هذا قرار؟ أنا آسف ما أقدر ألعب ليش؟ تقول لي ليش؟ قرار هذا؟ هذا الحين أنا لليوم هذا لا أسمحت هذا قراري لليوم هذا أنا آسف ما أقدر أمثل النادي العربي ليش؟ بتقول لي ليش؟ منو ما يتمنى يلعب النادي العربي؟ منو ما يتمنى يشيلها الفنيلة؟ منو ما يتمنى يسوي أي شيء حق هالجمهور؟ جمهور وفي بشكل خيالي جمهور بكل الحالات وقف معنا أنا كنت زين مو زين وقف معي. أنا أقول لأسف لأن هذا البيت اللي أنا بيتي الأول بعد بيتي بالبيت ويأمي وأبوي بيتي الأول في الحياة. أنا أكثر قاعد حياتي ووقتي قاعدت أكثر بالنادي. عاملني بهالمعاملة. فأنا آسف ما أقدر ألعب بالنادي العربي لأن دائما الكل يقولها. أي واحد أبو علي وعبد الله كله دائما يقولوا يا علي أنت مجاهز 100% لا تلعب. أنا الآن مجاهز. أنا هنا تعبان. أنا هنا مقصرين بحقي. أقدر أسولف الحين. أقول لكم جدامكم. والله العظيم أقدر أسولف والحمد لله ربي شاهد علي. أن أقدر أيب النقاط بالضبط. شنو صار معي. أنا أنا على يقين أن أنا صح. أن فيه تكسير من الطرف المقابل. لكن أحس ما أدري. أحس أنه ما لدعي أجرح بحد. مو أجرح بحد أن أنا بسيئلة بالكلام أو شيء. أحس رح أخسر ناس على الفاضي. آخر شيء كلنا وين بنروح؟ بنموت. آخر شيء بنموت. فأنا حسيت من اللقائين اللي طافوا. ما كسبت إلا عداوات. ما كسبت إلا ناس قامت تكرهني. ناس قامت تتكش مني. ناس قامت تتشذبني. أقول الحقيقة. ما أدري ليش أقولها. يعني قلت أن أنا مقصرين بحقي. أبي أحد يلقف فيه. بالمقابل ما شفت أنه والله يو وايد ناس. ويالله ورجالات. ومجلس الإدارة والإداريين. ما فيه. ما فيه. ما فيه. ردة فعل. ما شفت علاج الموضوع. لا شفت زيارة تاريخ. ما فيه علاج الموضوع. أحد يبي ينهي. ما فيه. يبي يسمعون مني. ما فيه. فأقول لك إذا أتكلم بالحذافير الحين. والله مو خايف. وأقول على كل شيء. فيه أشياء يمكن ما أحد يدري عنها. راح أتكلم فيها. أقولها ولا عندي خوف. لا نوصل للجميع. الحين أنت خذيت قرار وقرار مو عادي. قرار أنك تتوقف عن اللعب في النادي العربي. وأنت يعني علي مقصيد. يقول مو جاهز ذهنيا. أنا فاهم. لا هو قال أنا متوقف. صلح لي. الحين أنا وأنا وأسامة مو عارفين. في بعض الجماهير راح يستشكون في الموضوع. أنت قررت أنك ما تلعب في النادي العربي. أنا مكاره النادي العربي. فهم. نادي عربي أموت فيه ليومك. والحين الظروف ما أقدر ألعب في النادي العربي. يعني أنا مغرر. أقول لك أنت دام يا إدارة النادي العربي. يا الإداريين اللي بالنادي العربي. أنت ودام ما تبي تحلون مشكلة علي. ما تبي تعطونا حقه. حقه أنا ما أبي شيء زيادة عن حقه. وإياما قلت أبي حقه. حقه ما أعطونيها. فأنا أشوف أنه أنا لازم يعني. الوقت اللي أنا أشوف غزقي. إن شاء الله يا ربي الله يكتب لي. أطلع بره ويا جمهور النادي العربي. أنا آسف جدا أني أنا مثلا أطلع من النادي العربي. لكن لازم أشوف حياتي أنا. زين علي. يلا عرض عليك. أنت قاعد تفتح بابه الآن مثلا العرض. أو ما إلى ذلك للقبول وهذا حقك. أي لاعب من حقه أنه يعرض عليه. خاصة أنه كان في مستوىك. لكن أبي الحقوق اللي حسيت بجرح داخلك. الحقوق اللي أنت كنت ناطرها شنو هي؟ شو اللي يصار بالطبع؟ قبل اللي يصار قبل اللي يصار. أبي عرف أنا شنو كنت ناطر علي مقصيد. شنو كان ناطر؟ أنا كنت متوقع تبي الصج والله كنت متوقع أكثر من شديد. كنت متوقع أن إداريين مثلا يمسكون الفريق. مثلا يميزون يعني الباجي. مو أنا بتكلم أن أنا والله لاعب خارج. من أي باب؟ من باب شنو؟ وايد نواحي. يعني قلت لك مثلا لما تعورت كنت متوقع اهتمام أكثر من شديد. أنا لما تعورت كنت متوقع أكثر من شديد اهتمام. كنت متوقع مثلا حتى أمور مادية. أقولك بصراحة يعني. كانت مبالغ جدا عادية كأبو عبدالله موجود. مبالغ جدا يعني عادية. لا دينار ولا مليون. الحين ذا دينار. إذا ما تعطي علي بوقتها. أنا أدري بالنادي العربي يعاني من ظروف شتى. لكن أنا شنو ذنبي أنا. كل هالسنين أنا الحين قاعد ألعب. أنا شنو ذنبي. أنا علي وقت اللي أنا احتشتكي يا النادي العربي. أنت ما ما وقفت معاي. فهمت غزي. مو نادي العربي أنا أتكلم الموجودين. مفهوم. النادي العربي ما لشيء. علي الآن خلنا نندش في اللي حصل لك بالضبط. إحنا أنت قلت الموضوع بشكل عام. لكن أبي تفاصيل ولو كانت مفتصرة. يعني عطني نقاط مهمة في اللي صاروا إياك. أساسا متى تعورت أنت؟ أنا 27-11. 27-11. بالنادي العربي ضد كاروة. قالوا لي تمزق بالرباط. سويت شععة مقطعية. قالوا لي تمزق بالرباط. عالجت بالاتحاد عند دكتور عبد المجيد البناي. خذيت أبر. اشتركت بنادي حديد بروحي. أكلم النادي أن أبي أحد يعالج شيء يتكفل. ما في أحد يستجيب بهالشيء. بعدها شلسك. قالوا تحتاج عملية علي. لا لا ما تحتاج عملية. عالجت دشيت. تقوية؟ عالجت. خلصت تقوية وابارو هذا. دشيت الملعب حسيت فيها. طلعت. رديت مرة ثانية عالجت. دشيت ويا المنتخب. طبعا بظهر هذه الظروف الكل شاف مثلا صرحت أول مقابلة لا أحد سوالي شيء مقابلة ثانية الله شاهد أنه أنا لم أريح أبي أتكلم عن أحد أو أتكلم عن موضوعي سبحان الله من جرة السالفة كان أتكلم مرة ثانية بالمقابل لقيت شيء للأمانة للحين ويد عورني ومعورني إلى يومك هذا قرار الإيقاف توقعي الشخصي أنا وواحد ما يصير يتكلم عن نفسه قرار إيقافي ثاني يوم قرار تم تبليغي من قبل خالد جاسم مدير الفريق أمسي عليه بالخير أصبح عليه بالخير قال لي أنت موقف ليش؟ لأن يقول لي عشان كلمة مصخت يعني قلت له بصراحة ما بألف ودور لأن أقول له إيم بصراحة مصخت صار لي ثلاثة شهر ما حد يبيعالج مشكلتي فقرار إيقافي وخرت عن النادي للأمانة المنصورية أقرب ينها ما أقدر ما أقدر أدش أوخر أنحاش من المنصورية ليش؟ ليش يتم إيقافي؟ أنا بعمري الحمد لله أرجع حق التاريخ أرجع حق كل إدارة يمسك علي الحمد لله بفضل رب العالمين أنا تربيت ترى بالنادي العربي من الناس اللي ربوني الإدارة من الناس اللي ربوني عمري ما سويت مشكلة بالنادي العربي لله الحمد أتيت وقفني موسم كامل لنهاية الموسم عشان أنا أتكلمت أبي حقي شون رأيك ألي يقول أن أنت أهملت في علاجك ما أهملت أنا أهملت في علاجك في ناس يقولون من حقي حق مشروع كل واحد يقدر يتكلم ما أقدر أمنع أحد أن يتكلم لكن اللي تشذبني لا أبرر لا أقول لا وقيت لك أنا اليوم طالع أبي أوضح حق العالم في ناس وايد قامت تشذبني قامت مثلا موايد مثلا في ناس قامت لنا ما في شيء واضح وأنا ما أبي أتكلم هذا بيتي ما أبي أتكلم عنه بشكل موسع شنو النقطة اللي ما ذكرتها وتذكرها وتركز لأ أنت طوي شنو قلت لي أن في ناس تشكيك أنت قصرت اسأل الدكتور عبد المجد البناي يقول له تخيل هو قالي دكتور عبد المجد البناي تقدر تسأله قال لي علي أنت مثلا بدأت 12 جلسة سوينا لك 16 جلسة زيادة قاعدة يصبح وعصر اسأل المعالجين اللي بالاتحاد قاعدة ييه وسوي لي أبونا شنو تبيت شدي قاعدة سوي أشياء إضافية في أشياء في مثلا أنا ما أقدر أروح حق واحد يمسكني يعدني أنا ما أحد قاعد يعطيني عشان أنا أروح أنا عندي ما يصير قلت لك في أمور ما أقدر أتكلم فيها يعني وبايخة شلون أن تقول لي مثلا ليش ما تروح حق واحد يعد اللاعبين مثلا يأخذ 400 بالشهر أنا ما بي أقول لك شنو أنا ظروفي أنا شنو أنا معاش عندي عندي شقة أجارها 500 دينار فما أدش لك بظروفي ما أقدر 400 دينار يابي أخذ مني شارية ما أقدر أعطي ليش ما تقول نادي لازم يتكفر لا نادي لازم يتكفر ما أعطوني حق علاجي أدري يعني المفروض أحنا نقول أعطوه ما أعطوه تمرنت مرة ثانية قمت قوي أسأل قمت شنو أروح أسوي مثلا واحد يعد لاعبيني قوي أروح أدق عليه أقول لك شنو تنصحني شا سوي شذي شي إن شاء الله أنا أروح بلاتينيوم أدفع اشتراكي مرة ثانية بلاتينيوم قلت اسم النادي الحين أوكي نادي حديد أروح و لا معند أدفع حقه وأروح أتمرن التمارين يقع يقول لي علي المدرب نزين قويت مرة ثانية قويت قويت أي مدرب علي أي مدرب شنو أنت تقول العطار المدرب مدرب ما التقوية لأن خلاص من الاتحاد تايشن أي بخال